موسيقى السلام بنات كديري لباسا لكم كانت لقوا فيديو جديد ونهار جديد وموضوع جديد والموضوع اللي اخترت اليوم موضوع بزب 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 ومهيم بزب بزب عندي واحد ثلاثة ديلة ماسك اللي بغيت نبرتجهم معاكم هذه ثلاثة ديلة ماسك اللي بغيت نستعملهم دابة من 15 عام وانا نستعملهم ضروري مرة في الأسبوع نديرهم كامل قبل ان ترقل هذا الموضوع ديلة ماسك اللي بغيت نقول لكم ممكن انا الموضوع اللي يمشي معي ومشي مع البشرة ديلة سوى يعطني النتيجة ممكن ممشي مع كنتي البشرة تختلف من البشرة الاخرى النوعية ديلة البشرة الاحتياجات ديلة المشاكل ديلة كل البشرة ومشي خاصها كيف سنعرف هذا الموضوع المشي معنا خاصة نعرف طبيعة بشرتنا كيف سنعرف غير دهنية مختلطة كيف سنعرف الموضوع اللي بغيت نجرب كيف مدرت كثير من الموضوع كيف سنعرف ماسك جوش ثلاثة كيف سنعرف ماسك جوش ثلاثة كيف سنعرف ماسك جوش ثلاثة ماسك جوش ثلاثة فعلية أنا بشرتي دهنية ومختلطة يعني غير دهنية يعني عرفت كيف سنعرف ونجرب هذا أول ماسك البنات هو طين بالنسبة للطين بالنسبة للطين الأخضر للبنات هو هذا كنسعم المؤخرا لوريال باغي هذا عبارة عن ماسك طين أخضر طبيعي ديتوكس زوين بزاف للبنات أنا كنت تيمن كنت اعتمد هذا كلي كان شريه غبرا بوضغ وكان خلطه بالماء ورد خلطه بالماء ورد أو لحتى بالماء المعديني وكان ديرو الوجهي ولكن مؤخرا اكتشفت هذا ديال ديال لوريال باغي وعجبني بزاف الابنة وكيدح نفس المفعول ديال هذك ديال البودغ كيف ما كنشوفو كنناخدو بمعلقة وكنناخد لها كونتيتة اللي غتي تكفيني في وجهي علاش باش مبقى باش مبقاش نخشي ايدية ما تعرفو ايديتو كن فيها شي باكتيري ولا شي وصخة ولا شي حاجة اللي غادي ترون هذك كله اللي في القرية لا نخليه نقي كنديرو على البشرة خاصة تكون نقية لبنات نقية نقي يعني سواء يالله خرجي من الحمام يالله مدوشين ولا يالله غاسلين وجهنا مزيان وديري الليه من الاحسن يكونوا ديري الليه البخارة لبنات باش المسامات يكونوا محلولين ويستقبلوا لنا هذا الماسك بطريقة الصحيحة ويشرب لنا قاعد وصخلي الداخل في المسامات كما تعرفوا البنات بأن الطين الأخضر صالح بزاف البشرة اللي فيها المسامات الواسعين اللي فيها الحبوب والدهنية البشرة الدهنية والمختلطة والطين الأبيضة البنات لعكس الطين الأبيض كيمشي بزاف مع البشرة اللي كتكون جافة وناشفة كنخليهم مدد ديع العشرة الدقيق هو رح كينشف ضغيية البنات ممكن احتاق المنا عشرة الدقيق عرفتوا رح غزالة البنات كتحسوا بجبيدة جبيدة 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 ويشرب من المسامات والحبوب ما كيبقاش وهذاك اللي يتخزي الحبوب ما كيبقاش ولي بوان نوع كذلك ما كيبقاش لبنات أنا يكن اعتمدوا وكانو غسلوه بهذه الطريقة وكانو غسلوه بها الطريقة وكانو غسلوه بمرافضة في الأول خصة نفزقو وجهنا بالماء بحل هكذا أنا سواء كانو نحيدو بهذاك هذيك الفوطة رطبالية للوجه وكانو غسلوه بالماء كيكون دافي وكانو غسلوه بالماء برد البنات تعطي واحد الصفاء وكيعطيها البشرة واحد النظارة ومع الوقت البنات ما كيبقاش لبوان نوع وإلا كانو عندك المسامات مفتوحين حتى ما غادش يبقوا عندك الماسك ثاني البنات وهو فيه ثلاثة ديال المكونات فيه شوفان مطحون كنا كنا عرفوا الفوائد ديال شوفان لف الماكلة لف البشرة ديالتنا نيدو 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 تواكي نعرفوها البنات نيدو غبرة وماء الورد هذه المكونات هذه البنات هذه عبارة عن واحد الماسك أول حاجة بعدها كيصفي البشرة مبيض كيعطي واحد اللمعة كيبيض كيوحني لون البشرة ولكن بين قاوصنا البنات شوفوا ره ما كينا شي حاجة سحرية اللي غادي تنتي بيضة او انتي سمرة وغادي ترجعك بالقعر ما كيناش ما كيناش نبغي وراستا كيف محنا بالنسبة لهذا الماسك الابنات اللي فيه نيدو الحليب غبرة فيه عوتاني الشوفان اللي هو الخرطال كي يكون مطحون بهذه الطريقة انا كنشيريه داشا مطحون في هاد الساشي وكنحتاجو باشغل نخلطوه بماء الورد او هاد الماء اسمته واتر كاورا بحال ماء الورد مقطر ديالهنود كنا اخدوه من عند واحد الباكستانيين حدها يفضر كلقى عندهم اي حاجه طبيعيه غابرة كلقى عندهم فضر يعني انا عندي الزهر حذي هاد الموالين هاد المواد قلت لكم الابنات كنا ناخدوه مع القاة صغيرة على القياس اللي غان نديرو لوجهنا مع القاة صغيرة ديال نيدو مع القاة صغيرة ديال شوفان هكذا ايه القياس ما نخليون زيما في تلاجة بالاحسن كل حاجه نديروها في ساعتها باش بقا محافظة على الكشي الفوائد ديال اللي حنا بصح 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 باغينها شوفو هاد البنات هاد الماسكرا هوا يعروع كدير حتى مقشر كيفما كانت شوفو كنزيد عليها البنات هاد الميا هاد الماء الورد من الاحسن يكون ماء الورد المقطر البنات الحر وتكونوا عارفين مين جايبينو ومين شارينو لحقاش كيكون بزاف كيقدرات مشعلات تلقين ماء الورد البنات عرب عشرة درام وش ابنت البنات ماء الورد مقطر حر بعشرة درام ورا ما كتدخولش الراسة هادينيش منو التمنديل الامبالاج التمنديل الخدمات التمنديل لاو الحاجه عارك يقولك يزيد المزيد دقيق كنديرو بحال هكا كنديرو بيه الوجه كن الوجه توا خاصو يكون نقي وواش حرزوين في هاد الماسك البنات هو كدلينا هادك كيف كيقولو مقشر هادك الحبيبات ديال شوفان كدلينا تقشير البنات كتلكم ببنات كدلينا واحد تقشير ايضا رهيفة للبشرة وحنا ما كنحسوش بها محبا تقشير كيكون بسكاره بالقهوة برهيفة ولكن هادك الحبيبات اللي كيبقوا حاتو مخشوفان كانت تحنوه يبقى شوية حرش بحرش كيلا الراز وعسيرها هادك ولي كيحلين هادك الابو موخة البنات كيحلين هادك الجلد الميتة اللي زيد المحروقة اللي كتكون في الوجه وكيعطي واحد البيوتية ودائما اللي بنات هاد الماسك نديرو محتال يدينا وناخد وقتنا ندخلو البدوش إلا كانوا عندك الوليدات ناسيهم إلا ما كانوا عندك الوليدات اختي دخلي البدوش لدخلي البيتك اللي كتكون في راسك ما تابعك تشي حاجه خاصك تأخذ وقتك من اللي كان نكمل حتاك ينشف ياخد واحد خمساشر دقيقة حتاك ينشف البنات كن وصلوا بحالك كده كان مسحوا بشوف فايتك تكون رطبة دائما كنقول لكم البنات الفاطي يكون رطبة ينضي لوجه ممشيوش بأي فوطة باش ما نجرحوش لابو ديالنا عاجون فيها يريدان لان نجرحوها وشوفو شوفوا 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 واحد الصفاوة تع�도 واحدall Ö الماك الثالث و الأخير بنات العشق 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 هو دانون مستوس دانون مستوسا anya لا يمكن شيء نهاية فلا بasing ميشيوgeme نأخد الش Мы不同 كما تشاهدون في الصباح و في اللقاء كما تشاهدون انا وجهة راهم ما ديراش للافون دوتا للاك خيم لا تشيه حاجة من غير انا نمك حلالينية وديرا غوجة على الافر ها هو البنات هذا راه العشق ما نقولش لكم دانون مسوس او زبادي او يوخت ناتورال البنات هو ما را ما يمكنش راه للشعر لوجه عربي كنا نأخذ بها الطريقة حتى هو البنات مهم انا اي حاجة فيها نقدر ندخل لها ايدي كنتفادها كنحاول نأخذ بالمعلقام باش كيف قلت لكم ما ندخلوش لها الباكتيري راح تلي كخيم كنديروهم بالكوتون تيج من الاحسن هاد دانون مسوس لبنات لازم 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 يدرع الوجه يكون نقين حيث هو البنات باش يدخلنا بسهولة و باش شربوا لنا البشرة خاص يكون قائلة درناها لوجه ما مصخ ما غن نسافدو حتى شي حاجة البنات اشتو هذا انا كنديرو في الصباح و في الليل في الصباح فاش كنفق كننغسلوش جهي بجل نتوايون ديال فيزاج ديالي و كنديروه والبنات بما ندور في الدار و لا نوجد الفطور و لا ندير شي حاجة لخاص نديرها و كننغسلو ندير كخيم ديالي سافي واحد صفاوة في الليل كذلك كندخلو بزاف نقدر بنديروش غير بوحدو نقدر ندخلو مع دوتخ بوضويج مع شي حاجة اخرى مهم دائما الماسك ديالي ديالي البشرة داخل فيهم دانون المسوس لحقاش يحطي واحد صفاوة البشرة و كي بيضها و كي واحد اللون و كي يعاوننا باش ميكوش نالحبوب يعاوننا باشي صغر للمسامات كنديرو ليدية كيف ما شفتو و شوفو حتى هالطريقة كي بدين نشف شوية كندير بيها انقوماش كيف ما كتشوفو كندير ماصيه و كتشوفو كيفاش كي تحرب فلابو ديالي بحل الوسخ كي بدين نزل مو ما جاربوه و غا تحكموه جاربوه دانون مسوسرا ميمكانش خلوه في تلاجة البنات شوفو مليكو نغسل بموها باردة كيفاش وصلنا النهاية ديالا فيديو البنات شارك سمعكم هاد ثلاثة ديالي ماسك و اذا كانت شو احدا فيكم مجربة ماسك من هادو و عارفة الفوائد ديالو و تجربتها معا تخليلينا تخليليلي كومتاقل تحت و تقول لي تجربتها معا باش تتأكد لكم البنات و مبقى شغل انا اللي كنأكد حتى انتم معاونوني اختارهم علي باش نتعاونوني في الافكار و انتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر جديد بفكرة جديدة و تكون مفيدة و انا الهدف ديالي في هذا الفيديو و في هذا الاشياء هي الافادة نستفدوك كاملين المعلومات البسيطة اللي عندي ما فيها بس فارتجاها معاكم كيفما انا تعلمتم من الناس اخرين حتى انتم ما تعلموا معايا و غادين و تكبر لاشين و نكبروا مع بعدياتنا و انتلاقوا ان شاء الله فيديو اخر جديد و نلقاكم في احسن احوال موه